عن قتل بالألاف من طرف الشعب السوداني عن إصابات أيضا بالألاف 27 ألف مصاب وفقا لآخر إحصائية ملاسف شديد هذه الأرقام معرضة للزيادة في الأيام القليلة القادمة لكن نتمنى النصر بلا شك للشعب السوداني في الأيام المقبلة عموما دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا من أحمدوف إلى سوار الزهب الذي كتب ليقول إحدى فواجع الإنسانية هي الصمت عما يحدث في السودان يعني كثيرون يتحدثون عن تغافل للإعلام الدولي وللقوى الدولية من الأحداث في السودان نعم هناك تسليط للضوء على الأحداث في غزة وفلسطين الحبيبة لكن ومع ذلك الأمر مستمر سواء في السودان أو في غزة يعني نتحدث عن استشهاد الآلاف من أبناء فلسطين الحبيبة وعن مجازر ترتكب على مرأة ومسمع من العالم لكن دون تحرك بن يمين نتنياهو مصمم على الإقدام على المزيد من هذه الجرام اللا إنسانية وبالرغم حتى من قرارات محكمة العدل الدولية بإيقاف العملية العسكرية في رفح أو قرارات المحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في اعتقال بن يمين نتنياهو وغالانت وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن لا جديد وكأنها قرارات حبر على ورق وكأنها قرارات تقال في الإعلام فقط لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال حتى الآن يدعم بصورة كبيرة من قبل واشنطن أو الولايات المتحدة الأمريكية كميات كبيرة من الزخيرة كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة تأتي لهم حتى الآن وكل يوم وكل أسبوع من الأولايات المتحدة الأمريكية حتى الاحتلال الإسرائيلي ثم بعد ذلك نجد خروج عبر شاشات الإعلام ليوجهوا انتقادات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكن انتقادات في العالم فقط أما حقيقة الأمر وحتى برغم تسليط الضوء الإعلامي على ما يجري في فلسطين الوضع مع الأسف الشديد سيء جدا أما في السودان لا وجود لأي تقطية إعلامية من جانب الإعلام الدولي ولا حديث حتى عن دماء الشعب السوداني التي تنزف لكن في النهاية الوضع مستمر سواء في فلسطين أو في السودان لذلك الشعب السوداني الآن يعلم من الضروري أن يتحد وأن يتكاتف مع جيشه وهو ما تحقق في رجال المقاومة الشعبية